يا اهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة والله قصة عبرة بحق قصة عبرة النهاردة حصلت تقول لي ايه هي القصة العبرة اللي حصلت هقول لك قصة ياسر ابراهيم مع مهند لشين كمان بس تحديدا ياسر ابراهيم قامت الدنيا وما قعدتش جماهير الكورة وجماهير نادي الاهلي تحديدا ازاي ياسر ابراهيم مش في قائمة منتخب مصر لكأس الأم الأفريقية المحللين ياسر ابراهيم عمل اداء عظيم الفترة اللي فاتت كان لازم يبقى في القائمة كل الناس اتكلموا على فكرة ان ياسر ابراهيم كان لازم يبقى في قائمة منتخب مصر لكأس الأم الأفريقية وانا رأيي كده برضو بس بس الفترة اللي فات كلنا كنا بنقول لي ايه 27 لعب اللي دخلوا القائمة هما نجوم منتخب مصر هما الأبطال قول رائعك زي ما انت عايز بس المنتخب اوجاز فني لمنتخب يشوف الاصلح للمنتخب ياسر ابراهيم قصة عبرة فيه بص يا سيدي ياسر كل الناس تقول انه كان لازم يبقى في المنتخب هو نفسه بحسب معلوماته يعني يوم مقائمة منتخب مصر طلعت الراجل كان محبط وحزين جدا 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 بقى للصبح طبعا انا موت نفسي مقصر الدنيا مع النادي الاهلي مستنى قائمة المنتخب عشان يبقى موجود في القائمة بتاعة كاس الأمم وكنت موجود البطولة اللي فاتت فطبيعة هبقى موجود دي تفاصيل كتيرة فجأة ملاقاش نفسه طيب ملاقاش نفسه في القائمة القصة العبرة فين بقى هل ياسر ابراهيم طلع مثلا مثلا يعني عمل ستوري قال فيها ايه الظلم ده منتخب مصر الاقبة معينة حرام على بيتوريا المدارب ده ما بيعرفش حاجة ما بيفهمش حاجة ازاي ما يخدنش المنتخب لا هل ياسر ابراهيم مثلا مثلا يعني كلمني انا كلم حد من الزمل الاعلاميين قال لهم والنبي ابقوا سندوني وقولوا ان حرام ان انا مخشش المنتخب ولا اتظلمت ولا بتاع بقولك الحاجات اللي ممكن بتحصل ولا الكواليس يعني لا هل ياسر ابراهيم مثلا مثلا يعني بقعت لموقع ولا جورنال وقال لهم اكتبوا كده من مصدر مكرم مني ان انا متدايق وحزين ومتدايق لا لا فييجي القدر ينصف ياسر ابراهيم بشكل عبرة في عبرة اصبر يا ابني الصبر مفتاح الفرج وقد كان يصاب اليوم اسامة جلال يا رب يشفيه ويعفيه ونزعل كمان على اسامة جلال جدا ان هو مش موجود في قيمة المنتخب في كاسر الارب الافريقية ويخش ياسر ابراهيم بدلا منه طيب لو ياسر ابراهيم الايام اللي فاتت دي عمل كل الحاجة اللي كنت تقول لك من شوية دي اه عمل بيديو عمل ستوري عمل بوست عمل 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 وانتقد وهاجم وعمل مشاهر كتير كان روي فيتوريا هيفكر ياخده كان روي فيتوريا لو حد ويع في المنتخب زي ما حصل مع اسامة جلال هيحط ياسر ابراهيم مكانه الصبر الصبر والله 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 ده علي وعليك وعلى كل الدنيا تمام ربنا هتطلق معاد عظيم جدا 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 لكل احلامك بس تزبر وبلاش دايما تحط نفسك في خانة المظلومية في خانة المؤامرات في خانة اه اصله بيحبه وبيكره كده كده فيه ربنا وهو العادل كده كده هتاخد حقك وهتاخد نصيبك من الدنيا بالشكل اللي انت نفسك فيه ده حصل بالضبط مع ياسر ابراهيم شوف قصة في الكورة وقايمة منتخب بس ما ممكن تقيس عليها كل حاجة في الدنيا نفس الامر نفس الامر مع مهند لاشين راجل متقلق مع فرقته راجل تقلق في كاس الامم اللي فاتت وكان ليه دور ما كانش موجود في القايمة دي يصاب النهاردة واحد من اللعيبة اللي كنا نفسنا نشوفهم في المنتخب في هذا السن الصغير احمد نبيل كوكا ربنا يا ربي يشفيه ويعافيه وصيب النهاردة في قربية القدم ربنا يا ربي يشفيه ويعافيه يا رب بس مهند اللي سبر اللي ما عملش عزمة اللي ما عملش مشكلة اللي ما لماش كلمة اللي ما كتبش بوست اللي ما نزلش ستوري بقى موجود في المنتخب وراح يلعب كاس الامم الأفريقية من حيثه لا يدري الراجل ده مثلا هو ياسر بريم كانوا عمين حسابه هنقضي الأجازة الفترة اللي جاي بتاع التوقف دي فين هنسافر فين هنتفسح فين فجأة لقى نفسه في كاس الامم الأفريقية بعد ما كان حزين وزعلان ومدى ان هو مش موجود معلش ما يزعلش مني يعني وانا بحبه جدا جدا شخص طيب جدا وحارس رائع جدا جنش او جنش ده مثلا مثلا يعني لو في حارس من الاربعة لا قدر ده كان اصيب او يصاب او ان شاء الله رب يبعد الشرع عنهم جميعا ويبقوا كلهم جاهزين لكاس الامم وجي روي فيتوريا قال لا طبعا عايز اجيب حارس بديل هل هل هيفكر في جنش بعد اللي قاله وبعد اللي تكلم فيه وبعد اللي عمله اكيد لا اكيد لا اشتركوا في القناة